اشتركوا في القناة وكان ضمير شعبه هناك في ذلك البيت تعلمت كيف تنتمي الى الفقراء وتنحاز الى المظلومين ولما وجدت نفسها قررت ان تكون صوت هؤلاء برهافة تراثية اول شخص ان التقته في بيروت حيث خطت خطواتها الاولى في دنيا الفن كان زياد الرحباني الموسيقار اليسري الذي سيستمع اليها وهي تغني لفيروس ويكون اول فنان عربي كبير يتنبأ لها بمستقبل في دنيا الفن بدايتها كانت مع فرقة النغم الاصيل الاردنية عام 1997 فكانت نجمة الفرقة ومغنيتها الرئيسية خلال العطلات الجامعية الصيفية واثناء دراستها للادب الانجليزي في جامعة دمشق وفي دمشق في الفترة نفسها كانت عضوا في فرقة كلناسوا التي قدمت فيما بعد اغاني تراثية ناجحة على الساحة الفنية العربية وفي جرش 2003 كان اول ظهور كبير لها وقد نضجت تجربتها الفنية والغنائية واصبح لها رصيدا عند الناس في عام 1999 ستترك ضيفة دمشق ودراسة الادب الانجليزي وتيمم شطرة بيروت لتكون من اجمل الاصوات وهناك ستلفت الانظار ولكنها ستعمل بنصيحة زياد وتشرع في دراسة الموسيقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى وستقول للعالم اكتشفت ان الموسيقى والغناء هما كل ما اريد ان افعله في الحياة في لبنان اقامت هناك وسيتعرف عليها الوسط الغنائي وثقافي اللبناني ويبدأ نجمها يلمع في رحلة غنائية ستبدأها مع ارقى المراكز الفنية هناك صوتها ذو سحر خالص وروحها قلق متواصل للجمال وبحث خالص عن الحرية والفن عندها رسالة فهي عدوة للفن الهابط ولا شأن لها بنجومه المزيفين ضيفتي وضيفتكم لهذه الامسية الفنانة المتميزة الاردنية مكادي نحاس اشتركوا في القناة أهلا بك مكادي في نلتقي أهلا فيك بروين وأنا كتير مبسوطة أنه عم نلتقي أنا وياكي وجها لواجه زي ما بيقولوا في دبي طبعا دبي الثقافة ودبي الإبداع وكتير مبسوطة أني معك اليوم وفي برنامجك المهم والمتابع عربي شكرا إليك احنا في حضرة صوت جميل صوت مختلف اليوم بالساحة الفنية نرجع لبنت الصغيرة مكادي كان يا مكان في بنت صغيرة ما أدري كانت بتلبس خلخال ولا لا جوات الأحلام مكادي الحرية كلمين عنها الطفلة عن بيتها عن أحلامها واسم مكادي نبلش من الاسم الاسم هو مأخوذ من قصيدة لشاعر سوري اسمه عبد الباصل الصوفي بعنوان مكادي كتبها عن صديقته الأفريقية لما خلصوا أو انتهوا من الدراسة في بيروت وهي عادت إلى أفريقيا إلى ناريجيريا تحديدا وهو سافر وراها وكتبها القصيدة وديوان على ما أعتقد صادر في 1964 ووالدي بحكم أنه هو من الأدباء في الأردن ومن مؤسسين رابطة الكتاب الأردنيين وإله إصدارات قديمة موجودة في الأسواق سماني مكادي على اسم هذه القصيدة باللغة الأفريقية الحرية للتعاني الحرية وفي معنى اسم تاني أو في معنى آخر عفوا للإسم هو أنه فيه كان هي أسطورة في حاكم ظالم بحكم بلاد كتير واسعة وفي يوم الأيام خطر على باله أنه يطلب من الصناع أو الحد الدين والصناع إلى آخر في المدينة تبعته أو في البلاد اللي بحكمها يصنعوا جرس وهذا الجرس بسيرن كل بلاد الشاسعة اللي هو بيحكمها يسمعوا هالجرس واللي ما بنجح يقطع رأسه وطبعا قطعت رؤوس كثيرة وحزنة البلاد يعني فيه واحد بيشتغل نحاس وهو بيصهر في المصهور كانت بنته مكادي عم تلعب بجنبه وهو عم بيشتغل وقعت بالمصهور وانصهرت معه صارت جزء منه لما علقوا الجرس وجربوا صارر ما كادي بمعنى الحرية وسمعوا كل الناس طبعا حلو الأب سالم النحاس نعم حكي لنا عن علاقتك به شوفي والدي من الناس اللي بالنسبة لي هو المثل الأعلى يعني في توجيهاته الغير مباشرة مثلا بده يحكي لنا بتعرفي الأب بقعد بحكي مع ولاده بطريقة فيه ناس مباشر ما تعملي هيك ما تسوي هيك والدي كان كتير يستعير بقصص من خياله أحيانا وأحيانا أخرى من القصص من الروايات اللي قرأها أو من هو واقف صاير معه بحياته حتى يوصل لنا طريقة غير مباشرة بضبط رسالة أو أنه حتى على مستوى عريس مش عاجبني بيحكي لك قصة أنه لا ما تاخدي مش هذا مثلا فوالدي يعني جدا أثر في حياتي وأثر في اختياراتي كتير أثر في يعني اختياراتي الفنية واختياراتي على المستوى الصداقات وعلى كل المستويات يعني إن شاء الله الله بش فيه يعني هو هلأ في وعكة صحية إن شاء الله يقوم بالسلامة إن شاء الله يقوم بالسلامة هذا والدي الوالدة الوالدة هي الجندي المجهول يعني بتحكي عن الوالد أكثر من الوالدة مظلومة الوالدة لا بالعكس هي بتعرف أنها أبدا مش مظلومة لأنها هي الجندي المجهول اللي في غياب الوالد كانت هي اللي موجودة دائما بتحللنا مشاكلنا بتساعدنا في أي إشي طبعا هي ربة البيت بكل معنى الكلمة وفي أصعب الأوقات لأنه في أوقات والدي يكون مسافر أو معتقل أو محدش عارف وينه فكانت هي موجودة دائما وهي السند يعني لإلنا مكهدي وأنا بستعرض معاك صورك في الطفولة لاحظت في طفلة شقية ترقص وبتغني كيف كانت هذه الطفولة أول شي كانت عنيدة كتير لحد هلأ ولا تغير مرات مرات إذا يعني بعندع شغلة خلص ما مستحيل ثاني إشي حنونة كتير كنت يعني هيك أدلع حالي وأدلع الناس هيك بتذكر يعني بلاش هلأ يقولوا شو وكنت مشكلجية كتير يعني كنت أعمل هيك بس أروح عن بيت جدي ألم كل أولاد الحارة اللي هم أولاد عمي أولاد عماتي وبنات عماتي ونعمل نلعب ترجمة نانسي قنقر